في السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة أسامح الناس قاعدة تتناول موضوع العلاقات من وجهة نظرها هي لا من وجهة نظر الدين ولا من وجهة نظرة السيكولوجين بتوع الصحة النفسية وكل واحد بيفتي ويهري ويقول كلام يمكن النصيحة اللي بتيجي قدامه بتؤدي في الآخر إلى مشاكل كبيرة جدا ممكن المشاكل دي تعمل طلقات وتعمل مشاكل بين الشريك وبكده إحنا عايزين نحل الإشكالية دي وإحنا عايزين مع بعض كده النهاردة ونتكلم عن شوية حاجات لو أنت جهز معي يلا بينا يلا بينا يلا بينا أنا جهز ساعات بقى لاقي واحدة تطلع لو لقيت 35 حاجة من اللي قدامك دول في الشريك حياتك بقى راجل نرجسي 70 حاجة من الحاجات اللي قدامك دي بقى راجل عنده مشاكل علاقة سامة طبعا أنا أما يجي أطلع في 34 ما لقهمش فيه ولا إيه نقطة رقم 35 خلاص بقيت النقطة هي دي وأبدأ بقى إيه أبدأ أحط أنا عايز أحط شوية كده حاجات من عندنا كده إحنا لما بنقعد مع بعض بالليل ونقعد نجيب أسرار بينا وبين بعض كارجالة وإحنا قاعدين في كوكب الرجالة كده بنقول فيه صفات قاعدة رجالة اللي هم اتنين مع بعض رجالة صحوا مع بعض وبيتكلموا براحتهم هو ده إيه لا صفات أيه الرجل وهو بيعملها فعلا حتى الرجالة إحنا كم مع بعض كده إحنا كمان من قبلهاش فما بالك بقى شركته اللي قاعد معها ليل ونهار وهي شريكة حياته وهم الاتنين قاعدين مع بعض كده وفيه صفة من الصفات أنا هقول لك شوية صفات كده وتعالي نتكلم معها ينفع نكمل العلاقة ولا نوقف العلاقة وأنا مش بقول نوقف ونكمل بس إحنا بنقول إنه دي صفات يعني لو نعرف نغيرها لو طبعا نعرف نغيرها لأنها فعلا مؤزية لأن في ناس فعلا مش شايفة نفسها هبدأ كده بأول صفة كده الرجل البخيل شكله إيه الرجل البخيل بالنسبة لك لا أول من أخطر الحاجات في العلاقات البخل درجات برضو يعني في راجل ممكن يبقى بخله ما بيأثرش على العلاقة لكن لو هو فعلا البخل زاد قوي وفي كل العلاقات في العلاقة كلها وعلى كل حاجة هي تعوزها أو الاحتياجات الأساسية للجواز لا طبعا متأثر لا البخل حاجة صعبة جدا أصدك مادية أو معنوي البخل برضو مادي ومعنوي برابو اللي أنت قلت كده برضو هو البخل أصلا مادي ومعنوي البخل المادي طبعا اللي هي الفلوس والاحتياجات الأساسية للبيت والدنيا فيه رجالة ساعات بتقفل على المواضيع دي مع الستات وفيه ساعات ستات بتفتري يعني تزود مطالبها وسقف مطالبها فبالنسبة لها الراجل لو ما قدرش يعملها وبخيل فهو موضوع نسبي برضو والبخل في العواطف فقم هاي دي بقى دي على فاكرة اللي بتأدي للطلقات أكتر كمان يعني الست ممكن تستعمل الراجل اللي هو البخيل المادي لفترات لكن مش هتستعمل كتير أول البخل العاطفي بس احنا ببنكونش الكلام ده وإحنا عادين مع بعض يعني مثلا احنا بنقول أكتر من كده احنا وإحنا عادين مع بعض بنقول أكتر وإحنا عادين بالليل كده اه وبنقول مثلا احنا بنقعد نرمي ايه ده بنرمي على الستات يعني برضو ايه خلانا نقين نكون حقا والله سعاد بنرمي على رجالة برضو بنو بس احنا يعني احنا بنبقى فيه لساعات عاصل انت لو انت جاي تقول ايه قصة أنا بعمله وبعمل مش هتقول يعني ايه لا بنقول احنا وإحنا عادين في قعداتنا سعاد بنقول والله وسعاد ببقى بص هي في مشكلة برضو عند الطرفين الراجل أو الست يعني الست لما بتقعد مع صحباتنا الستات ويعودوا قعدة الستات قعدة الستات سعاد بيقولوا كلامه بتبقى عارفة ان هي غلطانة وهي بتحكي بس بتقول ما عرفش عملت كده لي بس عملت بس عملت ايه بس بتعترف غلطها ورغم كده اللي معاها الطبيل بيشتدى لا انت برضو انت عملت كده عشان كذا اه الراجل بقى في الوقت ده كده وهو قاعد مثلا واحنا عادين بنحكي مع بعض فبنقعد نقول ايه كلمات او مصطلحات كده ونعمل اسقاط على الست مثلا انت مثلا ممكن احنا نبقى عادين مع بعض ولساننا بيبقى لسان طويل الراجل اللي لسانه طويل في مع اصحابه دي حاجة بتبقى طبعية طب لو نقالها بقى في البيت ولسانه طويل مثلا قوم اعمليلي مثلا كذا وبدأ يتعدى بالتهانة او بالالفاظ بيهزره لا بجد بجد لا لا بيباني الراجل وشه كده بيباني عليه وابيقولها لا لو بجد لا طب لو بجد لو بجد لو بهزر ممكن لو هي قابلة لو ما متقبلينه عادي لا لا بص هو طبيعة على فكرة هو فيه حتى الكلام بر او جوه مفروض الوحد يبقى ليه لمت حتى لو مع صحابه يعني مثلا انا بتكلم عن نفسي انا برضو اه ممكن نكون في اوقات الجلالة بتكون واخدانة نقول كلمة لفظ بهزر مع بعض لكن حتى في البيت بيبقى لها بيحساب شوية يعني مش اي الفاظ تتقال طبعا حتى لو فيه الفاظ خارجة شوية كهزر في البيت الجلي الجديد يا سامح كله مش عارف يعمل لمت على على كل الحاجات اللي انا هقول لك عليها ديت على اي حاجة على اي حاجة يعني نسبة الطلاق في اول تلات سنين جواز دلوقتي في سنة الفين اتنين وعشرين تتة وعشرين اربعة وعشرين بقت نسبة مرعبة فاحنا يعني ممكن من ضمنها اتنين يكونوا بيشدوا مع بعض في الكلام او يكونوا بدأوا الموضوع بهزر زي اتنين صحاب في الشارع بيهزروا مع بعض في البيت شدوا قدام بعض امرام اليمين انا ممكن اقطع حتة بقى معاك لان انا اي حاجة صفات هتقولها حتى اللي لسه هتقولها فعلا كل حاجة لها حلول معا دا حاجة واحدة لو العند دخل بين الرجل والست دا بيعاند ودا بيعاند اي صفة اصلا احنا مش ملايكة محدش فينا ملايك ولا عمرنا هنبقى ملايكة العند لو دخل من الاطراف عمرك ما هتحل اي صفة من الصفات دي احنا كلنا بننبع نفسنا انا عندي عيب وانت عندك عيب وعيوب الدنيا احنا مش ملايكة فعلا فالعيوب احنا ممكن نقدر نسيطر عليها او نعدلها بنحاول نلعب زي ما بنقول اي دي بتلعب على غلطاتك او دفوهاتك عشان تحلها صح احنا بنوصل لمرحلة لو وصلت ان دا قدام دا المركب تغير وده عمره ما هيطاطي ولا ده هيطاطي يبقى عمره ما هتمشي وده السبب ده السبب في كل الطلقات المهمومة يعني الست العنيدة وراجل العنيدة ده حاجة طرفين اه عندي قصة حلوة اوة بالمناسبة الكلمة ديات جزيرة الجزيرة دي فيها كل انواع المشاعر الغضب والحب والكره والعند وكل حاجة فجأة هبت رياع عصفة على الجزيرة كل الجزيرة بدأت كل واحد عايز ينجو بنفسه إلا الحب قال أنا هصنع مركب علشان أركب فيها كل المشاعر فضل يصنع السفينة يصنع فيها يصنع فيها ويجمع كل المشاعر حب العصفة ده تزيد تزيد العند مردوش يركب اركب لا مش راكب اركب لا مش راكب فالحب بطبيعته المعهودة انه هو نزل يطبطب قوي طب اركب معانا يا ابني هتغرق يا ابني اركب فضلوا يعندهما الاثنين العصفة جات غرقت المركبة كلها بكل اللي عليها من اوهل الاخيرة بالحب والعند ما هو ده بقى ده بيدينا بقى كمان حتة مهمة قوي الحب بزيادة ممكن يغرق السفينة برضه يغرق اه يعني احنا كده لازم نعمل عملية سيطرة على المشاعر ايوه انت توصل ازاي تكون عامل بالانس او توازن في علاقتك ما بين الحب لان فيه صفات وخشة بين الزوجين كمان زي ما هكيد هتتكلم عليها وهنتكلم فيها مع بعض بعد شوية غيرة وحاجات كل الحاجات دي لما بتزيد عن حدها بص فيه صفات ساعدة بتبقى مطلوبة يعني الغيرة حالة الست مثلا مش هتحب الراجل اللي هو مش غير تماما هتقولك البارد او اي اسم تاني يعني بيقولوا في مجتمع السيتات ان هو راجل يعني اه ده مش تماما مش تماما فكل حاجة زيادتها او نقصانها بزيادة بتقلب لعكسها التحكم في المشاعر التحكم او البالانس احنا نحاول نوصل للبالانس في اي حاجة انت انت كسامح الغيرة بالنسبة لك حاجة حلوة اللي هو حشي يعني مثلا انا صراحة انا مش انسان غيور بزيادة بس برضو عندي حتة الغيرة ايه يعني بسيب سبيس للقريب لايه بس بغير يعني فهم في حتة كده اللي حوالك لو تعد المت لو لقيته زياد لا هتبقى ممكن تقلب بغباء اللي حواليك بيعرف عارف ان انت بيعرف شرق انت يعني يا راجل شرقي في مواقف اللي تستدعي خلاص انت وصلت للمكسمم أو وصلت ل خلاص مش هسكت يعني ممكن تعدي وتبقى انسان لطيف وتلقى عليه كول بس مش كول بزيادة طبعا يعني عشان بس الموضوع بس احنا احنا بما بنقعد بقى في وسط الرجالة الرجل الغيور ده حاجة مهمة قوي يعني هو هي بنفتخر بيها قدام بعض بس خلالنا نقولها برضو احنا بنفتخر بالرجل الغيور انهم الرجل البارد ده اللي ما عندوش بس الغيرة برضو بزيادة ده اللي انت بتاعه اه 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 انا بكلم عن غير اصلا احنا لو غلط جدا بقى دخلنا في حتة تانية اللي هي الشك يعني انا بقيت ايه بقى ايه اشك في الشرك بتاعي الشك ده بالنسبة لك عامل ايه او ممكن بيعمل ايه في الناس اللي احنا بنقعد معاهم يعني مثلا لما حد يوصل لمرحلة الشك والشك ده مش بس شك في واحد ان هو شركته بتخونه اول خيانة لا ممكن يبقى شك مدي شك في ولاده انه هم بيرجع البيت انه هم مش يعني مش بيدولوا الاهتمام الزيك الشك بانواعه مخبين عليه حاجة دايما مش لازم حاجة وحشة قوي مش لازم يعني بس الشك ده عامل زي نفق اللي هيخشه عمرك ما هتطلع منه صح لان هو انت دايما هتفضل دماغ شغالة ولو سبت النبتة بتاعت الشك دي تخشه وتكبر في دماغك عمرك ما هتعرف تقصها صح فعلا قللك انك تبعد هو نهاية الشك لو دخل وانت معرفتش سيطر عليه من بدايته وتنهي هتفضل ماشي في النفق ده مش هتعرف تطلع منه ولا هتعرف ترجع انت مش هنفق الرجوع فيه برضو